كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة دكتور فالح العزب عن اتفاق مع اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم على انتظار الحكم بشأن دستورية إنشاء هيئة مكافحة الفساد من عدمها وأوضح العزب أنه طلب تأجيل مناقشة تعديلات قانون إنشاء الهيئة لحين صدور حكم المحكمة الدستورية موضحا أن المحكمة سبق أن فصلت من حيث الشكل ومنتظار الفصل من حيث الموضوع العزب أوضح أن اجتماع اليوم مع اللجنة التشريعية شهد طرح فكرة تغيير مسمى الهيئة الحالي لتصبح هيئة تعزيز النزاهة والشفافية